بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية والزراعة عموما اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة كلنا واقعين في مشكلة المشكلة دي ايه حضرات المشكلة دي الارتفاع المبالغ فيه في اسعار الاسمدة ايا كان السبب انا ده ما يخصينيش انا يخصيني ان انا النهاردة مش قادر اشتري كيس كيس سماد بوتاسي او بوتاسيوم تمام فهل فيه بديل للبوتاسيوم ده هو نقدر نحطه او على الاقل حتى يعني يشيل جزء من البوتاسيوم ايوة فيه بديل تمام بس ارجو انك تكمل معايا الفيديو للاخر عشان اوصلك الفكرة كاملة واستحملني في النقطتين اللي هقولهم دول تمام اول حاجة انا كنت بشتغل في رسالة الدكتوراه بتاعتي على حاجة اللي هي ايه ازاي استبدل البوتاسيوم بمركب تاني او حاجة تحل محل البوتاسيوم ده هو تمام فالمعدن البوتاسيوم دهوت يا جماعة زي ما كنا بندر الزمان ان البوتاسيوم دهوت فيه بعض بعض المعدن حاملة للبوتاسيوم وعلى رأس المعدن دية هي الايه معدن بسموه الفلدسبار او الفلسبار ده اللي انا كنت اشغال عليه في الدرجة الدكتوراه وانا بعمل بحل محل البوتاسيوم باستخدام المعدن دهوا وانا انا حطيته للبطاطس وطبعا البطاطس معروف ان هي شارهة للتسميد البوتاسيوم تحتاج بوتاسيوم كتير البطاطس والموز والمحاصلة الضرانية عموما تمام وباستخدمه على بنجر السكر استخدمته على الاثنين الفلسبار حليته محل البوتاسيوم تمام ايه المشكل ان احنا بقى النهاردة نيجي طالما احنا عندنا مشكلة واحتاجنا للبحث دهوت اللي انا عملته وتعبت فيه بصراحة تمام ولفت الدنيا عشان اجيب الفلسبار طبعا على ما عرفت ان هو بيجي منين لقيت ان هو بيجي من شركة الاهرام بتاعته التعدين دي الكلام ده كان فيه الفين واربعتاشر تمام شركة التعدين وروحت جايب قالولي مش بس اللي هتجيب المعدن الفلسبار لا هو معدر رخيص جدا وحامل للبوتاسيوم يعني ايه حامل للبوتاسيوم يعني فيه نسبة عالية من البوتاسيوم بتكون من عشرة لخمستاشر في المية زي البدو السمك واللحمة ما حاملين للبروتين هو كمان المعدد ده هوت والله يحامل للبوتاسيوم تمام بنجيبوا حاجة زي البدرة كده طبعا هو بيجي صخور اساسا اللون بتاعه ممكن يكون رماضي او كل لونه ابيض فاتح المهم ليه كزا لون شفتم كزا لون تمام بيجيبهم من الجبال وبيطحنوه تمام بعد معالجات بسيطة كده وبيبدأوا يوزعوه على اللي هو حابب ان هو ياخد الحاجة ده هي تمام تاب نستخدمه ازاي وارخص جدا على فكرة تاب نستخدم الفلسبار ده ازاي عشان يدي نتيجة كويسة خليك معاي اول حاجة حضرتك هتجيب الفلسبار وهتخلطه عادي جدا 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 مع اله هتخلطه عادي جدا مع الممتده العضوية خلطه مع المده العضوية بيزيد من تيسر البوتاسيوم اللي موجود فيه يبقى ده رقم واحد طيب انا اخلطه الاول مع مده عضوية مش بس كده وبس ده في اساسا قالوا لي على نوع بكتيريا معين نوع بكتيريا معين ان البكتيريا دي بسموها بكتيريا مزيبة للبوتاسيوم يعني احنا بنيجي بعد ما بنحط البكتيريا دهية بنعمل بها البزور او بنضيفها للطربة عادي مع البوتاسيوم مع المده العضوية بنسرسبها كده تمام او نعمل لها عملية نصر البكتيريا دي البكتيريا دي بتشتغل على البوتاسيوم وبتحرر لجزء كبير جدا من البوتاسيوم اللي هو موجود في معدن الفلسبار ده هو البكتيريا ده هي تسمها الباصيلة باصيلة 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 باكتيريا بتروح تجيبها زي باكتيريا الازوتوباكتر اللي احنا منجيبها بتاعت البقوليات دي بتجيبها هم معبيين البكتيريا دي او بحطينها على بيتموس بتجيب انت و بتفرده رخيصة جدا برضو البكتيريا دي و كمان الفلسبار ده هو رخيص جدا طيب انا عندي فلسبار رقم واحد نخلطه بالمادة العضوية هيبقى عشر على العصر يوسر لجزء كبير منه مع البكتيريا هيسقر جزء جامد كمان منه لو انت بتزرع الخضر في الصوب او بتزرع خارجي في المهم انك بتزرع رايب الطنقيد وفي خنادي فبتحط المادة العضوية مخلوطة بالفلسبار رهوت مخلوطة بالبكتيريا اللي قلت عليها مزيبة للبوتاسيام اللي اسمها الباسيلس سيركيلانس دي اه بتجيبها وبتحطها برضو مع المكونات اللي احنا قلنا عليها دي طيب في حاجة تانية اه في حاجة مهمة كمان لازم تاخد بالك منها انك انت تسمت بحمض النتريك ليه يا جماعة حمض النتريك لان اي مركب بوتاسيام بيبقى في بوتاسيام وبنحط عليه حمض النتريك ده بيسر لكتير من البوتاسيوم بحول جزء كبير من اي صيغة لصيغ البوتاسيوم دهيت حتى لو الجبس الزراعي دهوت او الفلس برهوت بيحرر لي جزء كبير منه لنطارات كالسيوم او بوتاسيوم اصدي انا بتوكت مدى حياتي في بين الكالسيوم والبوتاسيوم مش عارف لي والله تمام اللي هو البوتاسيوم يعيحول لي جزء كبير منه ليه انه هو يكون محرر وميسر ليه النبات تمام يبقى نلخص اللي احنا عايزينه في الكلمة دول بنحل خمسين في المية من البوتاسيوم او قد يصل لسبعين في المية كمان تمام سبعين في المية تمام يعني انا لو احط مية كيلو بوتاسيوم سلفات بوتاسيوم للفدان يكفيني خالص ان انا احط تلاتين كيلو والسبعين دول لو حطيت منهم اللي هو الفلسبار مخلوطا بالمدى العضوية ومعاه البكتيريا المزيبة للبوتاسيوم اللي هي الباسيلس سيرجيلانس دي معه ان انا اثناء موسم النمو اسمت بحمض النيتريك اعتقد يا جماعة ان انا الامور هتبقى عندي ممتازة جدا 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 واتحداك يحصل عندك نقص البوتاسيوم اتحداك يحصل عندك نقص البوتاسيوم تمام فعلشان الاسعار غالية احنا بنحاول نجيب افكار ده علم على فكرة ده علم ومش افكار يعني بنحاول نجيب علم وافكار كويسة من اللي احنا اشتغلنا عليه وبنضيف طي دلوقتي انا النهاردة لو عايز احط اللي هو الفلس برده بحط كام قد تصل لي طن للفدان ما عندك مشكلة خالص قد يصل لنص طن زي ما انت عايز المهم على حسب النوع الزراعة اللي انت هتزرعها هل هتزرع في خطوط ولا هتزرع كسيفة زي الامح والحجدية ولا هتزرع خضر لو خضر بيكفيك اوي ليه الفدان واحد طن اه 20 كيس يعني طبعا هو سعره زهيد جدا تمام يعني في الاخر هتطلع بنتائج هيلة وعلى فكرة هو مش زي البوتاسيوم او نطرات البوتاسيوم جزء منه بروح في التربة لانها نطرات تمام وجزء منه الجزء البوتاسيوم بقى بيمتصوا النبات وكده لا ده هو بيقعد معك فترة كبيرة في التربة وكمان بيزود لك مستوى البوتاسيوم اه على المدى البعيد او اللونجو تايم بيزود لك الكمية مستوى البوتاسيوم في التربة ده اللي انا كنت فكرة من الافكار اللي هي ممكن يعني تقليل لنا في التكلفة اللي احنا بنكلفه على الخضار وخصوصا عنصر البوتاسيوم اللي بيعتبر اغلى اسمات تقليبا موجود اه او بنستخدمه بالنسبة للخضر خاصة في سورة نطرات البوتاسيوم اه بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته